مرحبا برج القوس اهلا فيكم برج القوس انت مقبل على مرحلة رح تتحقق لك فيها امنية عاطفية ولكن دائما بالانجليزي قلون احذر مما تتمنى لان احس ان يمكن الوقت القادم اللي رح تتحقق فيه هذا الامنية وتلتقي بالشخص اللي تتمنى رح يمكن انت ايضا تكون مشغول او صير الموضوع على استعجال حتى قبل ان ما يمديك انك تجهز نفسك هذا الشخص ما هي مواصفاته حروف اسمه فيها الراء او الفاء او الياء او ممكن مع بعض موجودين عندنا حروف الراء والفاء والياء برجة على الاغلب هذا الشخص برجة عقرب او دلو او ميزان هذه الابراض كلها موجودة امامي وده رح يكون وقت الالتقاء بينكم وبين او برج القوس عندنا رقم سبعة على الاستقرام اذا تذكرون في القراءات السابقة رقم سبعة كان يتكرر عندي شخصيا مخصوصا لما انظر بالصدفة اوكي ما لازم تكون انت تبحث عن الرقم الرقم يظهر امامك فجأة في الاستقرام رح اسوي فيديو خاص بما معنى ان احنا نشوف رقم سبعة في كل مكان او نشوفه يتردد ولكن هذا اللي كان تقول انت قريب على تحقيق امنيتك التواريخ اللي فيها رقم سبعة نزين نهاية الاسبوع وايضا شهر سبعة كلها هذه احتمالات كبيرة يصير فيها اللقاء ولكن خلي اعطيكم معلومات اكثر في وقت اللقاء فيه صاير فيه اشخاص تقريبا نص المجتمع فيه اجازة بسبب يمكن تعطيل المدارس ونص المجتمع قاعد يعمل الاشخاص صايرين ما بين قطلة ما بين عمل نزين احتمال كبير يكون اثناء الدراسة الصيفية لان في الدراسة الصيفية انطبق عليها هذا الشروط ان الاشخاص اللي يقومون بالدراسة الصيفية يكون اغلب الطلبة الاخرين في اجازة وانما قاعدين يقومون فيها من اجل تحسين الدرجات من اجل تحسين المجموع من اجل ان ينتهون من الدراسة بشكل مبكر كل هذه الاسباب ولكن في وقت الالتقاء عندنا تعطيل كبير وعكسه ايضا فيه اشخاص كثير قاعدين يعملون اوكي هذا هو وقت اللقاء خلينا نشوف مكان اللقاء من رح يكون انت بالذات مكان لقائكم رح يكون مكان ما باقول رسمي وانما مكان الواحد بالعادة ما يتوقع فيه ان رح يلتقي بهذا الشخص ليش؟ لان هذا المكان فيه كتب وفي الكثير من متجات الاخشاب شنو يعني؟ شنو مثلا رح يكون؟ الكتب نتكلم عن احتمال جامعة او جامع او مكتبة حتى مكتبة فيها كتب استطيعنا ندخل داخلها نقرأ كتب نستعير كتب كشف كبيع الكتب هذا كله رح تنطبغ عليه طاقة اني قاعدة اشوف كتب اشم حتى رائحة بعض الكتب تكون قديمة الاحتمال الثاني انه مكان فيه ايضا خشب وهذا ايضا نطبغ عليه ترى المكتبات او المساجد دائما الاثاث اللي يوضع فيه اغراض الصلاة او عدة الصلاة دائما يكون مصنوع من خشب هذا ايضا ممكن يكون مكتب مكتب لان فيه شيء في هذا المكان فيه الكثير من الخشب والكتب هذا هو مكان اللقاء اللي احب ان اوكم عليه برج القوس انتو راح تكونوا موجودين في هذا المكان وهذا الشخص لما اول ما تقع عينه عليكم راح يكون قاعد اشوفه كأنه ما نازل على الارض وقاعد يعدل رباط حذاء قاعد يلبس حذاء او يعدل فيه او يحرص ان حذاء فيه شيء في حذاء قاعد يعدله فيه يكون نازل على الارض نازل على الارض ويميل ويده على حذاء قاعد يضبطه هذا بتكون علامات اللقاء خلا نشوف مواصفات شكله هذا شخص هذا شخص تقع عليه كثير من توقعات العائلة يعني تشوف شكله من بعيد ابدا ما تتوقع ان هذا اهلا بهذا الوضع لان اشوف اهلا مرتاحين ماديا ولكن لما تشوف شكله ما راح تتوقع لان شكله متواضع شكله بسيط ولكن اهلا لو عرفت اسم اهلا لو عرفت حياته اكثر بتفصيل راح تكتشف انه بالعكس شكله دائما جدا مختلف عن 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 اللي راح تتوقعه من شخص بهذا المستوى لماذا اقولك بهذا المستوى لانه هو على هو واسرة على مستوى من العلم اوكي على مستوى من العلم وعلى مستوى من التقدم في الحياة هذلين اشخاص يأتي من اسره مع انه هنا لازم اتكلم من شكله بس لازم اذكرلك شكله اسرته عشان تفهم قصدي لماذا اقصد انه الشكله لا يعكس انه هو يأتي من اسره جدا مهمه او على الاقل جدا اكاديميين جدا يعملون في التعليم يعملون في السلك الدبلوماسي فهني اهو شكله جدا عكس الاسره اللي يأتي منها شكله جدا بسيط جدا طبيعي متواضح طوله راح يكون قريب من طولك برج القوس اذا انت كنت قصير هذا الشخص راح يكون طوله قريب من طولك اذا كنت متوسط راح يكون ايضا مثلك اذا كنت طويله راح يكون طوله تقريبا مثلك جدا جدا مقارب لك يفرق بينك وبينه سانتي سانتيين فقط تميل بشرته الى انها تكون فاتحة حمطية ملامحة ناعمة هادئة وقت اللقاء راح يكون يلبس حزام يلبس حزام والحزام يمشي مع لون القميص اذا القميص اسود راح يكون الحزام اسود اذا القميص بني الحزام راح يكون بني لانا فيه تناسق عنده في زيه بسيط يعني مو مبالغ مو من الاشخاص الكثير يهتمون بالمظاهر اه وفيه شيء قاعد وقت اللقاء ايضا فيه شيء اذا وقف بتلاحظ ان فيه شيء قاعد يتدلى من جيبة ممكن يكون علاقة مفاتيح او المفاتيح نفسها اوكي فيه شيء يخرج من جيبة هذا ستايل ترى هذا ليس علامة على عدم الاهتمام الكثير من الحين الذوق العام او الاشخاص الشبابيين تشوف انه طريقة وضع للمفتاح بانه يكون الميدالية اللي في المفتاح تخرج من الجيب هذا بيكون ايضا من علاماته رموشة ايضا هذا الشخص كثيفة رموشة ايضا شعر رأسه كثيف كثيف اسود غليظ كل هاي الاشياء راح تنطبق عليه وهذا هو مختصر شكله اوكي مثلا لما يقولون لك هذا ولد فلان فلان شخص معروف ولكن لما تنظر الى ابنه راح تشوفه جدا شكله طبيعي متواضع كأن اي شخص تاني يمشي في الشارع ما في شيء فيه غرور او ما في شيء حتى مميز جدا في شكله معده انه مرتب وشكل جدا حيادي في اللبس خلنا انتقل الى اطباعة هذا شخص جدا متواضع ما يحب اي شيء فيه غرور وما يحب اي شيء او اي افكار او تعليقات معناتها او ترمز الى العنصرية هذا عكس هذا شخص هادئ خجول شوية خصوصا في البداية ياخذ وقت عشان يرتاح معاك في الكلام يحب ان يسأل عنده غلطة في حرف معين على الاغلب حرف الراء ما يلفظ حرف الراء بشكل صحيح حليم ولكن التقشر الحليم اذا غضب يعني هذا شخص جدا صبور هادئ ولكن وقت الي يرفض او وقت الي ياخذ موقف التقشرة انت سحب تنازل عن موقفك انه هذي من اطباعة انزين يحب الاغراب يحب الاجانب يحب الاشخاص اللي يكونون مثلا قاعدين ينطفون الشارع الاشخاص هذلين اللي وضعهم متواضع يحبهم يحب يتكلم معاهم ويعاملهم ايضا بود انزين هذا شخص يقع عليه الكثير من الثقل خصوصا من اهله من اجل ان يحقق تفوق علمي او ديني او اكاديمي انزين على الاغلب هذا هو الابن البكر لهم لهذه الاسرة من عائلة مرموقة ولكن لهذه الاسرة لامه وابوه هو توقع البكر او ممكن يكون اخر العنقود لان في طاقة اهتمام كبيرة من الوالدين تجاهه انزين يكره التصنع يكره المظاهر يكره حد الاشخاص اللي يحكمون على المظاهر يعني تعرفون ساعات المروا بمواقف يقولون شوفوا فلان شنو لابس شوفوا فلان شنو يأكل عند اموال كثيرة لكن شوفوا شنو يأكل شوفوا نشو يشتري هذا شخص ابدا ما يحب هاي الطاقة ما يحب طاقة التفرقة طاقة اننا نحكم على الاخرين اي طاقة سلبية فيها هاي النوع ما يحبها مدلل داخل البيت ولكن خارج البيت هو انسان جدا بسيط جدا بسيط هذا ايضا شخص يجيد اكثر من لغة يمكن ثلاث لغات او اكثر خلنا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج عندك فرصة برج القوس مع هذا الشخص انه تنجب له ذرية فمع الوقت رح يكونون ذرية لابنائكم رح يكونون هم ورثة هذا الوضع الاجتماعي المرموق رح يكونون هم ورثة هذه الاسرة وضعهم مرموق جدا اشخاص يمكن عملوا في السلك الدبلوماسي فلذلك ولكن في بداية الزواج في بداية ارتباطكم اهلا رح يكونون تقريبا تعرفون لي كأنه بروتوكول اهلا رح يكونون مخططين كل شيء من اجله ومن اجلك في بداية الارتباط اذا تحب انك تدخل حياته ضروري انه تكون فاهم انه اصلا كل شيء رح يكون مكتوب لكم كل تحركاتكم كل خططكم مع الشريف رح تكون مخططة من قبل الاهل من قبل اهلا خصوصا في بداية الارتباط ما رح يكون عندكم مجال كبير للحرية ولازم تمشون على كلام اهلا في امور كثيرة ولازم حتى تتجنبون صدام مع الاهل هذا هو ثمن ان بعد كذا سنة رح تنالون استقلال مع الابناء ولم يكبرون ابناءكم تنالون استقلال اكبر بعد ان ابناءكم وهم يصبحون الورثة لهذه العائلة ماذا سيقدم لك قبل الزواج هذا شخص رح تتزوجون واحد منكم لحد الان يدرس وهو ايضا يدرس احتمال كبير عنده طاقة ان يواصل الدراسات العلية او ان يظل يدرس في حتى دولة اخرى اثناء علاقتكم اثناء زواجكم عندكم خيار تذهبون معاه تتقلون معاه الى احتمال دولة اخرى مدينة اخرى من اجل دراسة او تبقون معاه تبقون حتى معاه اهلا حتى لو هو كان رح يدرس في مدينة اخرى عرفته في طاقة هنا تملك شوي عند اهلا انزين ام وهو رح يحرص انه في قبل الزواج انه يسألك الكثير من الامور هذا انسان حتى لو مالك عاطفيا رح يحرص من اسئلته رح تكون جدا واضحة ومباشرة ان انت هل مستعد تتفهم وضعي او تفهم الضغط الهائل الثقلي اللي عليه موجود علي برج القص انزين فيهني ايضا قبل الزواج رح يتم تلبية اغلب احتياجاتك وضلباتك منها المهر منها العفش منها مو العفش العفش رح يبكى انه ما حتى يتم اختياره من قبل اهلا وانما الاساسيات مثل المهر مثل الذهب مثل هذه الامور دائما رح تكون حس مجهزة من قبل حتى اهلا لا تنسوا ان هذا الشخص يمكن لحد الان ام لا يعمل واهلا وضعهم جيد ويريدون ان يزوجونه فيتكثرهم بمصاريف الزواج مقابل ذلك اه يخلونا يدرس زيادة لانه مخططين لمستقبل كبير هنزين هذا ايضا طاقة الاحتمال كبير ان يوفرلك عربية لانهني فيه شيء خاص بسبل المواصلات مو بس الاتصالات حتى المواصلات فيوفرلك سيارة او عربية قبل حتى الارتباط اذا اهوا واهلا شفوا ان انت بحاجة الى هذا الشيء خصوصا اذا كنت رح تطلب هذا الشيء من اجل دراسة مو من اجل اريد سيارة عشان ازور اصدقائي او اهلي لا اريد سيارة عشان اذهب الى الجامعة فمع هاي الاشخاص رح تقدر فعلا تحصل على مفتغاتك اذا عرفت ترقص على اي نغمة في نغمة معاهم ابدا ما رح تأتي لك بنتيجة ولحتى معانش يريد ولكن نغمة اخرى رح تأتي لك بالكثير من النتائج انزين هذه الامور اللي رح يقدمها لك قبل الزواج هل نشوف اسرته قلت لكم انا من شوي البكر او اخر العنقود اول فرحتهم او اخر فرحتهم نزين عدد افراد اسرتهم مو كبير ممكن ثلاثة ممكن اربعة نزين اسرة جدة مثقفة لها تاريخ طويل بالاشخاص الناجحين بالمهندسين الناجحين الشعراء ناجحين ملحنين ناجحين اكاديمين ناجحين اه بروفسورات في الجامعة هذي طاقة اهله فعشان شدي اتمنى انك تفهم برج القوس الثقل اللي راح يكون عليكم في اول سنين الارتباط والزواج عليكم وعليه نزين اسرته قلت لكم تهتم بالتحصيل العلمي كثير والتفوق الدراسي مو كفاية فقط تحصيل علمي نزين ويوفروا لكم سبل الراحة كل رغباتكم وطلباتكم ووفروها مقابل ان انت تعطوهم اداء نزين ومقابل ان انت ما تعيقى ايضا الشريك عن عن الدرب اللي هما رسمين له نزين احتمال ان حتى بعد ارتباطكم اول فترة الزواج وفي فترة الخطوبة يطلبون منه او يقترحون على انه يذهب للدراسة في جامعة اكبر او في دولة اخرى يذهب مثلا للدراسة في بريطانيا على اقل لمدة سنة على اقل احصل على الماجستير لمدة سنة لان فيه هنا دخول وخروج مفاجئ او فيه طاقة ان توكم تزوجته محتاجين ان تنتقلون بسرعة سواء رح تنتقل مع الشريك او رح تظل تنتظره في دولتك نزين ام قلت لكم على الاغلب هذين اشخاص يعملون في وظائف اما تعليمية اما دبلوماسية او او مناصب عليا في الوزارات نزين خلا نشوف وين رح تعيشوا مع بعض حتى في مسكنكم رح يكون في دخول وخروج مفاجئ او دخول وانتقال مفاجئ لان هنا رح يكون عندكم مسكنين في البداية واثنين هم هذين المسكنين مو ملك لكم احتمال ملك لاهله اه مدفوعي من قبل اهله واحتمال احد المسكنين بيكون في مسقط رأسكم في المدينة اللي تعيشوا فيها ولكن اشوف كأنه ما مسكن منفصل عن اهله مستقل عن اهله اوكي والمسكنة الثانية رح يكون ايضا في الدولة اللي الشريك رح يروح يعمل فيها او رح يرسلون من اجل ان يدرس فيها يعني في بداية الزواج رح تكونون ما بين مسكنين مستقلين في المسكن نعم ولكن كل الوضع كل اموركم صار فيه تحت جناح اهله لحد ما تنالون استقلال اوكي خلا نشوف الحين ماذا سيحب فيك الشريك سيحب فيك الشريك ان انت انسان جدا ايجابي ودائما تدعمه وتشجعه وتتفهم حتى وضعه هذا الشخص اذا اذا وقفت معه في الفترة في فترة ما قبل ان يحصل على وظيفة احلامه وما قبل ما يحصل على الدرجة العلمية اللي يسعى عليها رح يكون جدا يذكرك ويقدرك بعد ما يحصل عليها رح يكون يضعك اولوية بعد ما يحصل عليها لان رح يذكر لك معروفك وجميلك صح قلت لكم مقابل اول فترة رح تكون رح يكون مطلوب منكم الكثير من التنازل والمرونة وان ان انتوا ترتبوا وضعكم على اساس وضعه ولكن على المدى الطويل هذا شخص رح يذكر رح يذكر جمالك ومع الوقت يضاعف لك المردود بجمالك يعني مثلا وقفت معه ستة شهر او سنة يضل طول العمر يذكر لك هذا الجميل شخص جدا مخلص شخص جدا حتى مع الوقت تشوفه دائما يفتخر فيك ودائما يحرص ان انتوا صاحبة في نجاحاته ياخذك على الاماكن مثلا اللي ياخذك معاه ويحب ان انتوا شاركه نجاحه نجاحه يصير نجاحكم انتوا الاثنين خلا نسحب الحين كارت نشوف ها رح يكون هذا الشخص من مدينة او مدينة اخرى من دولتك او من دولة اخرى من نفس منطقتكم من نفس منطقتكم مو بعيد عنكم هادلين الاشخاص انزيل وحدي مال كبير ان هم يكونون كانوا جيران او جيران لاحد مهم انتوا على صلفه ممكن يكون احد من اعمامكم احد من الاهل يسكنون في منطقة كأنما مرتفعة عنكم اما مرتفعة عنكم او الحي نفسه ارقى من حيكم في فرق ما بين الحي اللي هم يسكنون فيه والحي اللي انتوا تسكنون فيه وان كان في نفس المنطقة وان كان في نفس الدولة وان كان في نفس المدينة نفس الحدوة نفس السياج بس شفتوا مثلا مدن معينة شلوني راونكم من بعيد ان مدينة واحدة بس فيها حي هذا الحي اللي يسكنون الاشخاص اللي دخلهم متوسط والحي الاخر شفون كل المباني كبيرة المباني متطورة المباني جديدة ارقى وهم يسكنون في الحي الأعلى الارقة او اللي اعلى فوق تل ايضا الاشتراك محينا